اشتركوا في القناة وفعلا بيكون فيه شاب هي معجبة بيه وعايزة تعترف له بحبها ويكون اسمه جيانج وبتروح تعرف صاحبتها المقربة شيان وبتكون مسكة برطمان في ورق صغير مكتوب فيه اعترافات حبها ولكن وهم ماشيين بيكون في عربية تخبط تشي وبتقع تشي على الارض ولكن العربية بتقف ومش بتأذي تشي فبينزل السواب من العربية ويوبخ تشي ويسألها هل هي عمية ولا لا وكانت لوها لها تلبسه مصيبة بس شيان بتقول الراجل ده انه عادي من مسئولية لانه حتى ما تأسفش لانهم كانوا ماشيين في المكان المخصص للمشي وهو اللغلطان بس الراجل ده بتعصب منهم وبعايز يضربهم بس بتنزل من العربية بنت جميلة وبتقول لي السواب ده ان دولي بيصحابهم في المدرسة والبنت ده بيكون اسمها كوري وبنعرف ان في عدوة كبيرة بينها وبين تشي وبتكون شايلة لها ضاغينة كبيرة وبتقول لها انها ممكن تؤديها للمستشفى على حسابها بس تشي بتقول لها ان وراها حاجات اهم فبتبص كوري للبرطمان اللي في ايدي تشي وبتفهم هي تعمل ايه فبتضحك ضحكة خبيثة وبتمشي وبالليل بتروح تشي لجيانج لانها اهتفقت معايا على ما عاد يتقابله فيه علشان عايزة تعترف له بحاجة بس لما تشي بتدخل على جيانج بتلاقي كوري بتبص جيانج من خده فبتوقع تشي البرطمان وبتجري وهي بتعيط فبيجري جيانج وراها واللي بيبانى علي ان هو كمان اتفاجئ باللي كوري عملته بس بيفضل جيانج يدور على تشي بس بيجي واحد وبيزقه وبيرميه في البحر والجيانج مش بيكون عارف يعوم وبيغرق وفي الوقت ده بتبص تشي على السماء وبتلاقي مزنب كبير والمزنب ده بيقع على الارض بعيد عنها بشوية ومن شدة الانفجار بتطير تشي في الهواء بس فجأة تشي بتلاقي نفسها بتتريمي على جيانج وبيكون لابس بدلة فرح ولكن جيانج بيسألها هي مين وبيقول انه مش عارفها فبتستغرب تشي من اللي بيحصل بس بتقوم تشي وهي مش فهمة حاجة وبتلاقي شيان واقفة جنبها وبتسألها تشي هي بتعمل ايه هنا فبتقولها شيان انهم في حفلة خطوبة جيانج على كوري فبتتصدم تشي لانها بتبص على لوحة في المكان وبتعرف انها تنقلت عشر سنين للمستقبل بس بيقطع حالة الصدمة دي بنت بتضرب تشي بالألم والبنت دي اسمها فيونا وتبقى صديقة كوري المقربة وبتكون مفكرة ان تشي بتبوز حفلة خطوبة صاحبتها لانه كله بيبعارف ان تشي بتحب جيانج بس شيان مش بتسكت وبترد الدربة اتنين لفيونا وبتبهدل وشها بالكيك وبتقوم خناها كبيرة بس بيمسك جيانج ايدي تشي وبيسألها هي تبقى مين وليه هي بوزت حفلة خطوبته لكن هي بتفكر لما شافته مع كوري وبتضغاص فبتضربه في مكان ماينفعش اي حد يضرب فيه وبتسيبه يتقلم وبتمشي بس اللي حصل ده بيخلي جيانج يفتكر شوية حاجات وبيندي باسمها بس هي بتكون مشيت وبنعرف ان في العشر سنين دول حصل احداث كتير اهمها ان جيانج بيتم انقاذه من الغرق ولكنه بيفقد الزاكرة وكمان بيوري شركة والده مع انه بيكون عنده اخ كبير ولكن والده اختاره هو لسبب معين ولكن جيانج بيكون عنده بروت في المشاعر ومش بينجزب لاي بنت بس لسبب معين برضو هو وافق انه يخطب كوري وبينروح لتشي اللي بتكون ماشية مع شيان وبتقول لها ان كل اللي بيحصل ده مش حقيقي وبتحكي لشيان كل اللي حصل لها وازاي هي سفرت عبر الزمن بس شيان مش بتكون مسدقها وبتقول انها اكيد تجننت لما شفت الشخص اللي هي بتحبه بيخطب اكتر بنت هي مش بتحبها وبترجع تشي مع شيان للبيت اللي هم عايشين فيه وفعلا تشي بتلاقي كل حاجتها ولكنها بتقعد مع شيان تاني وبتقنعها فعلا انها مسافرة عبر الزمن لانها متعرفش اي حاجة حصل طول العشر سنين دول ومش بيبقوا عارفين ازاي تشي بتقدر ترجع تاني للزمن بتاعها ولكن بناخد لفة في الماضي وبنروح اليوم كانت تشي بتتمشي على البحر بالعجلة بتاعتها بس بتلاقي شاب بيجري جنبها وشاب بداي بقى جيانج وفي ناس كتير بتجري وراه وشكله عامل مصيبة بس هو بيرجع تاني وبياخد العجلة من تشي وبيسقها بأسرع ما فيه علشان يهرب ولكن تشي بتشوف محفظة جيانج على الارض وبتفهم انها وايعت منه ولما بتفتحها بتلاقي كرنيه المدرسة وبتعرف اسمه ومكان مدرسته فبتروح للمدرسة اللي هو فيها علشان تديله محفظته وتاخد عجلتها منه ولكن المدرسة بتكون فخرة جدا وكل اللي فيها اغنية فتشي بتوقف طالب عشوائي وبتسأله عن مكان جيانج فبيبصلها وبيضحك باستهزاء وبيقولها انه عارف مكانه وبيطلب منها تستناه وبنعرف انه ده اسمه روميو وبيبقى صديق جيانج الصدوق فبيروح لجيانج وبصحيه لانه كان نايم وبيقوله ان فيه بنت بتدور عليه فبيروح جيانج للشي ولكنه مش بيكون فاكرها بس هو مش بيفكر وبيقولها انه هو مش بيحبها فالشي بتقوله انها مكانتش هتقوله كده اساسا بس هو بيقولها انها اكيد جاية تعترف بمشاعرها لي لانه هو وسيم وكل البنات بتحبه بس هي بتخريسه وبتطلع محفظته من شنطتها وبتقوله ان المحفظة وقعت منه لما ركب عجلتها وهرب فبياخد جيانج المحفظة ومش بيقولها حتى شكرا فبتقوله جيانج انها رجعت له محفظته وبتبقى عايزة العجلة بتاعتها بس جيانج بيسكت وبنعرف انه وقع بيها وكسرها وما بقتش قابلة للاستخدام تاني فبيقول لجي ان عجلتها رديقة وتكسرت منه وكانت هتأذيه ومش بيبقى عايز يعترف بغلطه بس جيانج بتزعل جدا فبيطلع جيانج فلوس كتير من محفظته وبيمدي ايدي لجي وبيقولها تشتري واحدة جديدة فبتيجي تشي تمدي ايديها علشان تاخد الفلوس ولكن جيانج بيرمي الفلوس على الارض وبيقولها انه ايسف ما خدش باله وبيكون قصد يعمل كده علشان يستهزق بيها فبتنزل اي تشي فعلا وبتلم الفلوس من الارض وكل الطلاب بتتفرج عليها بس هي بتديله بقى فلوسه وبتقوله انها عايزة تمن العجلة وبس وبتيبه علشان تمشي بس هو بيمسكها من ايديها وبيقولها انا ما فيش بنت تقدر تتكلم معاه بالشكل ده بس تشي بتتعصب منه وبتضربه في نفس المكان اللي ماينفعش حد يضرب فيه وبتيبه يتقلم برضه وبتمشي وبنعرف ان جيانج اتعرض لصدمة هو صغير وهو انه كان في رحلة مع والده والدته ولكن حصل حدثة وغيره في البحر وماته وهو قدر ينجه واللي تبقاله هو اخو الكبير ومن وقتها وهو بيخاف من البحر ومش بيعرف يعوم ولكنه بيكون بيفكر في حاجة تانية وهي ان الزاكرته بدأت ترجع بمجرد ما تضرب من تشي في يوم الخطوبة بس بنلاقي روميو بيقعد جنب جيانج وبيهديه وبيقوله انه عارف موضوع ان زاكرته بدأت ترجع بفضل تشي وبيشوك انه بيحبها وعلشان كده هو بيعايز يتأكد وبيجيب روميو لجيانج مخدم اطبوع عليها صورة تشي وبيقوله ينام جنبها كل يوم وبيفضل يتكلم معاها يمكن زاكرته ترجع ويتأكده من حبه لتشي بس جيانج بيتكسف وبيطرد روميو من البيت ولكنه بيكون شبه اقتنع بكلامه لانه مش بيبقى عارفش معنى تشي اللي قدرت ترجع له زاكرته وبيقعد فعلا مع المخدة دي وبيحاول يتكلم معاها وبينييمها جنبه على السرير كمان وبنعرف ان كودي قدرت تضحك على جيانج لان يوم الحادثة اللي فقط جيانج فيها زاكرته هي رحط له المستشفى وسألته هل هو فاكرها ولا لا بس هو بيفتكر حاجة ودماغه بتوجعه وبيقولها انه فاكر انه شافه في مرة وكانه في مخيم سوا وكان فيه شابين بيعكسوها وهو راح يبعد الشابين دول عنها بس واحد منهم ضربه ورماه في البحر وبيكونها يغرق بس فيه بنته ومش فاكر وشها بتنزل وراه وبتنقذه من الغرق ولما بيحاول يوقفها علشان يشوف شكلها مش بيقدر لانها بتسيبه وبتمشي فبتقول له كوري ان هي البنت دي ومن الحادثة دي هم حابوا بعض وكمان وعدها انهم هيتجاوزوا وفعلا هو صدق ولكن بنرجع تاني اللي تشي وبتكون لسه بتكتشف العالم وتغيراته اللي حصلت في العشر سنين ولكن بتحس ان فيه حد بيمشي وراها وبيرقبها فبتمشي لانها بتكون خايفة بس بنعرف ان الشخص ده هو جيانك وبيقولها انه عمال يدور عليها بقاله فترة وبياخدها من ايديها وبيطلعوا على الشركة بتاعته وبيقولها انها بوزت حفلة غطبته اللي هو كان منظمها بكل احترافية وبيحسب لها كل اللي هي بوزته وبيقولها انها لازم تدفع له الفلوس دي بس هي مش بيكون معاها المبلغ الكبير ده بس بيدخل عليهم كوري وفيونا وبنعرف انهم شغالين في الشركة دي ومش بيكونوا حابين وجود تشي بس كوري بتكون بتتعامل مع تشي بهدوء وطيبة ولكن فيونا بتشوف عقد الشغل قدام جيانك وبتشك انه هيوظف تشي وفعلا هو بيكون عايز يعمل كده وبيعرض على تشي انها تشتغل عنده لمدة شهر مقابل انه يسمحها وما يخليهاش تدفع التعويضات دي وبيكون عامل كده علشان يخلي تشي قريبة منه ويعرف هل هو بيحبها فعلا ولا لا ولو حتى مش بيحبها فهي ممكن تساعده في انه يرجع ذكرياته تاني وبتوافق تشي على موضوع الشغل ده علشان تتخلص من الديون اللي عليها وفي نفس الوقت تدايق كوري وفيونا ولما بترجع البيت بتحكي للشيان اللي حصل فبتقول لها شيان انها برضو مش قادرة تبعد عن جيانك ومش ناس يحبه حتى لما جرح مشاعرها فبتقول لها تشي ان بالنسبة ليهم فعد على موضوع الجرح ده عشر سنين ولكن بالنسبة ليها كان مجرد دقايق معدودة واكيد هي لسه شيلاله شوية مشاعر فبتقول شيان لتشي تهدى وما تزعلش نفسها من اي حاجة وبيباني انهم بيحبوا بعض جدا وبنعرف ان اول لقاء بينهم كان فيه بنات بيتنمروا على تشي في المدرسة وبيحاولوا يبوزوا شنطتها بس بتيجي شيان وبتقول البنات دول يسيبوا تشي في حالها وبتكون شيان مشهورة والكل بيخاف منها وفعلا البنات بيجروا ومن هنا بتبدأ صدقاتهم القوية وتاني يوم بتروح تشي وبتستلم الشغل وبتقعد على المكتب بتاعها وبتكون كوري متضايقة ان تشي هتبقى وريبة من جيانك وتخطفوا منها بس فيونا بتقول لها انه قتا في الشركة دي قليل جدا وبتفقوا انهم هيدايقوا تشي ويدغطوا عليها في الشغل ويوقعوها في غلطات لحد ما تمشي وتسيب المكان خالص وفعلا بيعملوا كده وبرغم ان ده اول يوم لتشي بس هما بيضيفوا عليها شغل كتير وبيخلوها تفضل اعدة تشتغل لوقت متأخر وكل الموظفين التانيين بيمشوا لحد ما بتروح كوري لتشي وبتدللها مهمة تانية فبتقول لها تشي ان الوقت تأخر وهم كده قصدين انهم يتعبوها في الشغل بس كوري بتقول لها انها قعدة طول اليوم وما عملتش اي حاجة وبتحاول تستفزها بس فجأة بتشوف كوري ان جيانج واقف بيبص عليهم فبتعمل نفسها مسكة ايد تشي وبترمي نفسها على الارض فبيجي جيانج الليهم فبتقول له كوري انها كانت بتحاول تهدي تشي وترضيها بسبب الشغل الكتير بس هي زقتها وبتطلع تشي غلطانة فبياخد جيانج كوري وبيمشي فبتقعد تشي وهي متضايقة وبتقول ان عدة سنين وبرضو هي لسه مجبرة تشتغل عنده زي الاول وبنعرف ان من عشر سنين مرت تشي بظروف مادية صعبة وكانت محتاجة تصلح اللي تشيله بتاعها واللي ساعدتها في كده هي شيان بس شيان بتقول لتشي ان الفلوس اللي تشيله تصلح بها دي اخر فلوس معاها ولازم تشي تشتغل علشان تجي فلوس لنفسها وبتكون شيان جايبة شغل اللي تشي وبتقول لها انها هتشتغل خدامة في بيت ناس اغنية فبتوافق تشي وخصوصا ان الشغل هيكون لفترة صغيرة وخفيف وده هيساعدها في دراستها بس المضحك في الموضوع هو ان البيت اللي تشي هتشتغل في ده يبقى بيت جيانج بس جيانج مش بيكون فاكرها وكمان هي بتكون خايفة لان اخر مقابلة بينهم كانت ضربته فيها بس هي بتدخل علشان تستلم الشغل وبتحاول ما تفكروش بس هو بيفتكر وبيستغل انها محتاجة فلوس وشغالة عنده وبيقول ان دي فرصته علشان يضايقها وبيقولها انها لو تخرت عليه في اي يوم هيفصلها على طول وبتكون تشي خايفة منه جدا بس وهي ماشية بيقولها جيانج ان المرح بدأ وبتكون دي علامة انه مش هيرحمها في الايام اللي جاية وبتقابل تشي شيان في مطعم وبتقولها اللي حصل وبتعرفها ان جيانج ده في بينها وبينه عدوة كبيرة وهو مش هيرحمها فبتضحك شيان لانها ما كانتش تقصد وبنعرف انها جابت الشغل ده عن طريق روميو لانها بتحب روميو وصاحب جيانج ومرتبطين بس بنرجع تاني للمستقبل وبتكون تشي متضايقة من انها كل مرة طوع تحت اي جيانج ودايما بيسبب لها مشاكل ولكن وهي في الشركة النور بيقطع وبتحس باجواء فيلم رعب بس فجأة بيوقف واحد وراء تشي وبنعرف انه جيانج وبيروح هو يشغل النور وبيقولها ان في محاول كهرباء في الشركة فبتسأله تشي هو وليه لسه موجود في الوقت ده فبيقولها انه كان وراه شغل بس بنعرف انه كان بيراجع كاميرات المرعبة وعرف انه كوري كانت بتمثل واتهمت تشي كذب انها زقتها على الارض وفي الوقت ده بيكون اخو جيانج نازل من الشركة وراجع بيته بس بيلاقي عامل مستنيه وبيفضل يترجاء انه يرجعوا الشغل تاني لانه غلط غلطة بسيطة وبسببها جيانج فصلوا من الشركة بس اخو جيانج بيقول للعامل ده انه هو اداري ولكن لو رجعوا للشغل هيكون بيقصر كلمة جيانج كوريس ورئيس للشركة وبيروح لتشي اللي بيكون وراها مهمة وهي انها ترجع حاجات في غرف التبريد علشان تحافظ على الحاجات دي بس بيمشي جيانج وراها بحاجة انه هيشرف على الشغل بتاعها بس بيعدي العامل بالصدفة من قدام الغرفة دي وبيكون سكران وبيشوف جيانج جوه فبيبقى عايز ينتقم منه فبيقفل باب الغرفة دي بالمفتاح من برا وبيحبس اللي اتنين في البرد ولكن بيكون فيه سندقها يقع على دماغ تشي بس جيانج بيضمها في حضنه وبيقع على الارض وبيقوموا بتكون تشي مسك دماغها بالسبب الوقع عادي فبيخدها جيانج علشان يخرجوا من الغرفة قبل ما يتصابوا ولكنه بيكتشف ان الباب مقفول فبيطلبوا المساعدة وبيستنوا حد يجي لهم وبيقلع جيانج الجاكت بتاعه وبيلبسه للتشي علشان البرد بس تشي بتاعلع نظرتها من التعب ولما بيبص جيانج عليها بيشوف ذكرى غريبة وهي انه كان بيغرق وتشي انقذته وبيفضل سرحان في عيون تشي بكل رومانسية ولكن اللحظة الجاملة دي مش بتستمر لانه روميو وشيان بيدخلوا لهم وبتكون المساعدة وصلت وتاني يوم بيروح روميو لجيانج وبيقوله انه راجع كاميرات الشركة وعرف انه كان فيه موظف مفصول من الشركة هو اللي قفل باب الغرفة عليهم لانه كان عايز ياخد حقه منه فبيقوله جيانج ان العمل ده لازم يتعاقب على العمل ومش بيوافق يطلق صراحه وبتروح تشي للشركة وبتعرف من فيونة ان كان فيه طلبية ميك اوب كبيرة وبتكون تشي مسؤولة عنها وكانت الطلبية دي العازفة مشهورة علشان المفروض في بينهم تعاون شغل وهي تيجي تعزف في حفلة شركة جيانج عاملاها ولكن العازفة دي بيكون عندها حساسية من مادة معينة والطلبية اللي وصلت لها بتكون مليانة المادة دي فبتحاول تشي تدافع نفسها وبتقول انها كانت عارفة المعلومة دي وعملت حسابها بس كوري هي اللي بتبقى ورى الفشل ده علشان عايزة تجيب لتشي مصايب وبتطلب كوري من تشي انها تجي معها وتتأسف للعازفة دي وفعلا تشي بتعمل كده وبتروح معاها ولكن العازفة بيكون وشها متضرر وبتقول انها تسامح الشركة دي بس بشرط ان تشي تشرب خمس كقوس من الكحول فبتقول كوري لتشي تعمل كل حاجة علشان ما تتفصلش وبتكون عارفة ان ده اللي هيحصل في تشي فبتوفق تشي وبتشرب فعلا ولكنها بتتعف فبتمشي من المكان فبيروح وكيل اعمال العازفة وراها وبعايز يستغل ان تشي مش في وعيها ويستغلها بس بيجي الجانج للمكان اللي هما فيه وبيضرب وكيل اعمال العازفة لانه شافه بيحاول يضم تشي عليه بالغزب وهي بتحاول تبعد عنه وبنعرف ان دي مش اول مرة كوري تحاول تازي تشي لان فيه يوم تشي كانتشغلها في بيت جيانج زي العادي وبتدخل كوري عليهم وبتسأل مين هي تشي دي فبيقولها الجيانج انها الخادمة بتاعته وبتنظف له البيت وبيكون ده اول لقاء بين الاتنين بس بيتكلم جيانج وكوري عن حفلة بالليل وبيعزم جيانج تشي على الحفلة دي وبعدين بيمشي فبتسأل تشي كوري عن نوعية الحفلة دي فبتقولها كوري ان دي حفلة تنكرية وكله هيلبس لبس مهرجين فبتشكرها تشي وفعلا بالليل بتروح لمكان الحفلة بلبس مهرجين ولكنها بتشوف ان هي الوحيدة للبس اللبس المضحك ده لان الحفلة بتكون رسمية ومش تنكرية بس الابن اللي بيبقى على البوابة بيمنع تشي من الدخول بسبب اللبس اللي هي لبسها ولما بتحاول تشي تدخل المكان وتفاهمه انها فعلا معزومة بتاع الابن مش بيصدقها وبيزقها وبيرميها على الارض فبيتجمع كل اللي في الحفلة وبتقف في يونا وكوري وبيفضلوا يتنمروا على تشي ويتحاكوا عليها بس بيجي الجانج وبيشيل تشي وبيدخل بيها المكان وسط الظهول من كل اللي موجودين وبيكون في الحفلة دي شيان وبتبقى واقفة مع روميو ولكن شيان بتقول الجانج انه بيعمل مشاكل لتشي بسبب معجباته فبيكسل جانج انه يدفع عن نفسه وبيسيبهم وبيمشي فبيروح روميو وراه وبيسيب شيان وتشي ولكن بتيجي عاملة وبتقول لتشي ان في فستان جاي لها مخصوص من حد في الحفلة فبتروح تشي تغير بسرعة وبيكون شكلها جميل جدا في الفستان ولما تشي بتحضر الحفلة تاني بتكون كوري مش طيقاها وفيونا بتكون ماشي على كلام كوري وبتحاول انها تضرب تشي تاني بس تشي بتكون مسلمة على عكس فيونا اللي مش بتقدر تسيب حقها ولا حق صحبتها تشي وبتحصل خناقة بين شيان وفيونا وكوري بس بنرجع تاني للمستقبل وبيدخل وكيل اعمال العزفة لكوري وهو ماسي كوشو مكان ضرب الجيانجي ليه وبيقول انه مش هيشتغل معهم نهائي وده هيبقى اخر تعامل بينهم لان الجيانجي رئيس الشركة ضربه وده اسلوب مش محترم فبتروح كوري لجيانجو بتقوله ان اللي عمله ده خسره حاجات كتير فبيقول لها انه مش مهتم لان البشر اللي من نوعية وكيل الاعمال ده ما يستحقوش يتعاملوا معاهم وفي تحضيرات الحفلة بيعرفوا ان العزفة مش هتيجي ومش هتعزف بسبب اللي حصل لوكيل اعمالها وبتفرح كوري لان كده جيانج هيحمل المسئولية على تشي بس جيانج بيقولهم يسيبوه يفكر وهو هيلاقي حل وبيروح يتكلم مع موظف عنده ولكن بيجي له ذكرى بيشوف فيها تشي وهي بتعزف على قلة اللي تشله فبيعرف انها اكيد كانت شطرة في العزفة على القلة دي فبياخد جيانج تشي وبيخلي حد يحط لها ميكوب ويشتري لها فستان غالي وبتكون جميلة جدا فيه وفي نفس الوقت بيتأثر بيها وبيكون طالب منها انها تعزف على قلة اللي تشله في الحفلة بس هي بتكون خايفة لكن هو بيشجعها وبيقولها انه واصق فيها وعلشان يشجعها اكتر جاب جيتار وعزف معاها قدام الناس وكان عصفهم مذهل جدا وعجب الناس كلها ولما بيخلصوا بيمسك جيانج ايدي تشي بس كوري بتكون غيرانة جدا وبتروح تمدح جيانج على عصفه وبتبقى عايزة تبعد تشي عنه فبتقول لها تروح تجيب سندويتشا او اي حاجة من الكافاتيريا اللي خطبها جيانج فبتروح تشي للكافاتيريا بس بيخبط فيها واحد وبيتحرج بيها وبيكون فيه شاب تاني واقف وراء تشي وهي بتفكر ان هو اللي تحرج بيها بس الشاب ده بيبقى ذاكي جدا وبيعرف يوقع المتحرش في الكلام وبيجي المتحرش يهرب بيلاقي جيانج واقف له وبيعمل مع الواجب بس لما بيروح الشاب ده علشان يشكر جيانج انه ابض على المتحرش قبل ما يهرب بيتصدمه هما الاتنين لاننا بنعرف ان الشاب ده يبقى ابن اخه جيانج واسمه بين فبيهرب بين من قدامه بسرعة وده لانه كان معرفه منه بيدرس برا البلد لان والده ما كانش موافق انه يدرس علم الفيزياء زي ما كان بيحب وكان عايزه يدرس ادارة الاعمال فهو قاعد في البلد ودرس فيزياء وبيضحك عليهم كلهم وبيكون مساعد بين مستنية عند العربية وبياخده علشان يبعده عن المكان ده وتاني يوم بتروح شيان وبتصحي تشي وبتقول لها انها لقيت حد يساعدها في انها ترجع للزمن بتاعها تاني وبيروحوا الاتنين لمعمل في المدينة وبتقول شيان ان فيه شاب عبقري هو اللي هيساعد تشي وبيطلع الشاب العبقري ده هو بين وبتعرف بين على تشي وهي طبعا بتكون ودودة معهم جدا لان من غيره كان زمان المتحرش عمل عملته هرب فبيدخلوا وبيعودوا علشان تحكي تشي كصتها لبين ولما بتحكي له بيكون مصدوم ومش مسدق ولكن شيان بتتفاعل مع تشي وبيحس بين فعلا ان الموضوع حقيقي فبيقولها انه هيساعدها وفي يوم بتكون تشي في معمل بين وبيروح جيانج على هناك علشان يشوف ابن خورج بس بيشوف تشي وهي واقفة مع بين وبيعرف انهم صحاب وما يعرفش موضوع السفر عبر الزمن ده وكمان شي بتعرف ان بين يبقى ابن اخه جيانج وفي يوم بيكون جيانج في حانة وقتر في الشرب شوية وما بقاش قادر يرجع البيت لواحده بس بالصدفة بتكون شيانو والشي في المكان وشافوه والشي بتكون شايفة انها لازم ترجعوا البيت بنفسها وفعلا بتروح بعربية شيانو بترجعوا البيت وبتوصلوا لحد غرفة نومه بس في الوقت ده بتكون كوري رايحة لجيانج وبتلاقي شيان في وشها فبتعرف ان شي مع جيانج دلوقتي فبتجري وبتطلع غرفة النوم ولكن بتكون شي نزلت وما شافتهاش ولما بيفوق جيانج بيلاقي كوري في وشه فبيسألها مين اللي رجعوا البيت فبتقوله ان هي اللي عملت كده وفضلت جنبه لحد ما فاء بس جيانج مش بيكون مصدقها وتاني يوم بيجيبها وبيقعدها جنبه وبيوري لها تسجيلات لكاميرا بيته وبيكشف كتبها لان التسجيل بيكون في شي هي اللي وصلته للبيت واعتنت بي كمان وبيكون جيانج تأكد انه بيحب تشي وكوري دين مجرد كذابة فبينفصل عنها وبيسيبها وبيمشي ولكن ده بيولد كراهية اشد جوه كوري ناحية تشي وبتتوعد لها بالانتقام وبيروح جيانج يدور على تشي وبيروح لها مع مالبين وبيعرف منه انها مش هناك بس بين بيوعب لساني وبيسأل جيانج هل هو عارف موضوع السفر عبر الزمن ولا لا وبيحكي لجيانج كل حاجة وهو برضو مش بيكون مصدق بس بين بيقوله ان الموضوع مش مستاهل كدب اساسا بس الوقت بيتأخر وتشي ما بترجعش بيتها وده لانها بتكون تاهت وكمان تلفونها فصل شحن وبيطلع عليها اتنين وبيكونوا عايزين يتحرشوا بيها بس لما هي بتيجي تهرب منهم بتقع وبتتعور ولكن بيجي جيانج اللي كان بيدور عليها من الصبح وبيخالي اللي اتنين دول يهربوا من الخوف وبيحضوا نتشي وبيهديها ولكنه لما بيكون قريب منها بيحس ان هي البنت اللي انقذته لما كان بيغرق خصوصا انه شك في كوري انها كذابة وفعلا بيسألها هل هي انقذته من الغرق بس هي مش بترد لانها مش بتكون عارفة ولكن في الحقيقة بتكون هي لان فعلا كان هو في مخيم وشاف كوري اول مرة لما كان في شباب يضايقوها وهو راح يبعدهم عنها ولكن لما الشاب بيضربوا وجيانج بيقع في البحر بتكون تي واقفة بعيده بتشوف اللي بيحصل وكوري مش بتكون عارفة تنقذه لانها مش بتعرف تعوم فبتجري علشان تيجي باي حد يساعده ولكن تشي مش بتستنى وعلى طول بتقلع نظارتها وبتنط علشان تنقذه بس هي مش بتكون شايفة كويس ولما بتطلعوا وبتدور على النظارة مش بتلاقيها بس بيجيلها تليفون وبتمشي لما بتطمن ان جيانج كويس وبتجي كوري مع حارس الامن ولما بيشوفها جيانج في وشه بيحس ان هي لانقذته ولكن بيروحوا يركبوا العربية علشان يمشوا وبيقفلوا الموضوع وجيانج مش بيفتح موضوع السفر عبر الزمن ده ولكن تاني يوم بنشوف تشي بتجري على بين وبيكون بين وصل للطريقة هيرجعها بيها تاني للزمن بتاعها وهي عبارة عن سجب دودي هيرجعها تاني بنفس الطريقة اللي جات منها وبيبقى فاضل شهر والسجب الدودي ده يفتح بس بيكون جيانج واقف من بعيد ومش مصدق اللي بيسمعه وكمان بيبقى زعلن انها ترجع لزمنها ولكن بتعرف تشي ان فيه مسابقة عزف تحت اشراف شركة جيانج فبتروح مع بين علشان تقدم فيها ولكن كوري بتروح لها وبتكون متغزة منها وبتحاول انها تزعلها باي شكل لدرجة انها بتوصل ان لما دور تشي بيقرب بتبعت كوري رسالة لتشي وبتقول لها تقابلها في مكان معين ولما بتروح تشي المكان ده واللي بيكون فيه سطح المبنى بتعفل كوري عليها وكأنها حبستها وبتقول لها انها مش هتخليها تشترك في المسابقة بس في الوقت ده بتكون شيان وبين وجيانج القانين على تشي اللي اتأخرت على غير عادتها في دورها في المسابقة فبيروح يدوروا عليها في المبنى وبتكون تشي نزلة من على سلم السطح علشان تلحق دورها بس رجلها بتتزحلق وبتكون هتقع ولكن جيانج بيلحقها وبيلاقي رجلها متعورة فبيشلها علشان يلحقوا الدور وبتكون شيان مسكة في كوري وبتقول ان اكيد هي اللي ورا اللي بيحصل ده ولكن بيدخل جيانج عليهم وهو شايل تشي ولما بتشوف كوري المنظر ده بتتدايق وبتمشي وبتلحق تشي دورها فعلا وكمان بتفوز بمركز اول في المسابقة واللي بيسلمها الجايزة هو جيانج ولكن بيكون في حد عايز يازي تشي فبيقطع حبل مصباح من المصابيح علشان يقع عليها ولكن جيانج بيبعدها وبيتخبط هو وبيفقد الوعي بس بنرجع للماضي وفي يوم بتروح تشي بيت جيانج علشان تشوف شغلها ولكنه ما بيكونش موجود هناك فبتقول انها تنجز وتخلص قبل ما هو يرجع البيت وفعلا هي بتعمل كده ولكنها بتتعب وبتريح شوية على الكنبة بس بيدخل البيت حد غريب وبيولع في البيت وبيمشي وبتصحر تشي بتلاقي البيت بيولع ومش بتكون قادرة تتنفس بس في الوقت ده بيرجع جيانج وبيشيلها وبيروحوا المستشفى ولما بتفوق تشي بتلاقي شيان في وشها واول حاجة بتسأل تشي عنها هي جيانج وبتروح لغرفته بس بتلاقي فاقد الوعي ومصاب وهي بتفضل تعيط وتقول له انها مش هتسامح نفسها لو ما بقاش كويس بس بتدخل والدة تشي لغرفة وبتزعق لبنتها لانها مش عارفة هي كانت بتعمل ايه في البيت اللي اتحرق ده وبتيجي تضرب بنتها بس تشي بتقع على جيانج اللي بيتقلم بصوت عالي وبتعرف تشي منه انه كان فايق من بدري وسامع كل حاجة بس كان بيتحك عليها فبتسأله والدة تشي عن سبب وجود بنتها في بيته فبيقول لها ان تشي شغالة خدامها في بيته فبتجري تشي لانها مش بتكون معرفة والدتها ولكن لما بيخرج جيانج من المستشفى بيروح لبيت تشي وبيقول لها انه هيعيش معها لحد ما بيته يتصلح لانه تحرق وبما انها اخر واحدة كانت في البيت فهي اللي المفروض تستضيفه في بيتها وإلا هيخليها تتفعله تمن كل حاجة بازت فبتوافق تشي انها تخليه في بيتها بس لما كوري بتعرف بتروح لتشي وبتوبخها وبتقول لها انها بتخطف حبيبها وخطبها القديم بس تشي بتقول لها انها مش مهتمة بيها وبيه وبتسيبها وتمشي وبتطلع علشان تقول لجيانج انها زائت من تصرفات كوري بس بتلاقي عريان فبيعوده سوا وبتقول له انها مش حبة للكوري بتعمله علشانه وهي مش مهتمة بيه وبيها اساسا بس الجيانج بيقرب منها وبيقول لها ان كوري ما تفرقلوش لانها مش حبيبته ولا خطبته وبيسيبها ويمشي وتشي بتبقى قعدة متملك أعصابها بالعافية بس بنرجع تاني للمستقبل وبيكون جيانجي في المستشفى بس بتروح كوري وبتضرب تشي بالألم وبتقول لها ان بسببها هو تعبن دلوقتي بس تشي بتكون حاسة بالزنب ومش قادرة تدافع عن نفسها ولكن بنعرف ان الحادثة دي سببها كوري لانها كانت مسلطة حد ييزي تشي ولكنه فشل وقزى جيانجي بالغلط وتاني يوم بيفوق جيانجي وبتتحسن صحته ولكن ايديه بتكون مقصورة وبيطلب من تشي انها تساعده في البيت وهي بتوافق انها تعمل كده بس هو بيخليها تلبس لبس خدمات وبيكون قريب منها وبيعملها بمنتهى رومانسية لحد ما فجأة بيدخل عليهم بين وبيقولهم انه هيعيش معهم كم يوم لحد ما يتطمن على عمه وحبيبه بس جيانجي بيطرده ويرفض تماما علشان ياخد راحته مع تشي لكن الحاح بين بيخلي جيانجي يضعف ويوافق انه يخلي كم يوم بس في يوم بتكون تشي برا البيت وبيفرد جيانجي ايديه وبنعرف انه سليم ولكنه كان بيمثل انه تعبان علشان يقرب من تشي اكتر بس بين بيشوفه وبيبقى عايز يقول لتشي لكن جيانجي بيقوله انه فعلا سليم بس هو كان بيعمل كده علشان يقرب من تشي وبيطلب منه ما يقولهاش بس بنعرف ان في حد بيساعد كوري في انها تقرب من جيانج والشخص ده بقى اخه جيانج وده لانها بتكون مسكة عليه زلة وده بسبب ان في اليوم اللي تشي كانت عايزة تعترف بحبها لجيانج وشافته مع كوري وهي بتبوسه من خده وهو جيري وراها وكان اخوف المكان وكان لسه جاي من عند جدهم وعارف منه ان جيانج هو الوريس الوحيد ورئيس الشركة وهو هيبقى اداري فيها وبيبرر وبيقول ان ده بسبب ان روح جيانج انقى ودماغه اسكة فكان اخو جيانج عايز يعرف ليه جدهم اختاره هو علشان يبقى الوريس بس جيانج قال له انه مش فاضي وده لانه كان بيدور على تشي علشان يقول لها انها فهمت غلط بس الجشع بيعمي اخو جيانج وبيزوه اخوه بيرميه في المياه علشان يقتله وكانت كوري واقفة قريب منهم وبتصورهم ومسكة فيديو وصورة على اخو جيانج تثبت ان هو السبب في حدثة وفقدان الزاكرة بتاع اخوه وبيكون مقبر انه يسعيدها في اي حاجة والمرة دي بتطلب منه انه يتخلص من تشي نهائي بس الثاني يوم بتروح تشي تقابل جيانج وبتكون عارفت من بين ان تشي بيمثل التعب وبتخليه اللي على الجبيرة وبتقول له انها عارفت كل حاجة وعارفت ان دراعه سليم وبتكون متضايقة منه جدا علشان كان بيجدب عليها وبيستغلها بس هو بيقول لها انه كان عايز يقرب منها ولكنها مش بتسمع له وبتمشي بس هو بيكون عايز يصالحها وفي نفس الوقت ما بقاش قادر يستحمل انه يخبي مشاعره فيروحوا بيشتري خاتم جميل جدا وبيتصل بتشي وبيقول لها تجيله علشان تقابله في حتة معينة ولكن وهي جاية لي بتتخطف وبنعرف ان اللي خطفها هو اخو جيانج ومساعده معهم كوري وكوري بتبقى مقرارة انها تقتلها ولكن الغدر بيجي من اخو جيانج لانه بيخلي المساعد بتاعه يضرب كوري ويخليها تفقد الوعي وده لانها بتكون مسكة عليه زلة وكل شوية تسوموا بيها وبيطلب اخو جيانج من المساعد بتاعه انه يحدف الاثنين في البحر ويقتلهم فبيحدف المساعد تشي اول واحدة ولسه بيشد كوري علش نرميها بيكون جيانج جهلة انه قلق على تشي لما لوقت اتأخر واللي بيكون لسه شايفها وهي بتتريمي في البحر وبيخاف المساعد وبيطلع يجري وبيسيب كوري بس جيانج مش بيفكر كتير وبيرمي نفسه في البحر وبرغم انه عنده عقدة نفسية لكن بسبب خوفه على تشي نسي كل حاجة ولما بيقرب من تشي وبيبصلها بيفتكر ذكرياته القديمة وبيتأكد ان هي دي البنت اللي انقذته ولكنه بيفقد السيطرة على نفسه وبيغرأ بس اللي بتنقذه هي تشي وبتطلعه ولكنه بيكون فاقد الوعي فبتنقله للمستشفى وبتفضل معاه طول الليل ولكنه مش بيفوق وبيجي صحاب تشي علشان يوقفوا جنبها ويتطمنوا على جيانج بس تشي بتسأل الدكتور عن حالة جيانج وهيفوق امتى بس الدكتور بيقول لها بكل حزن ان جيانج ممكن مايفوقش من اللي هو فيه لان الاكسوجين ماوصلش للمخ في الفترة اللي غرق فيها وبتروحت شي بعدها للمكان اللي جيانج كان مستنيها فيه وبتلاقي المفاجأ اللي هو كان عاملها لها وعرفت انه بيحبها بس بين في الوقت ده بيقول لها النهاردة هو اليوم اللي هي تقدر ترجع فيه للزمن بتاعها وساعتها هي تقدر تغير في الواقع واللي بدوره هيأثر على المستقبل والجيانج مش هيوصل للحالة دي فبتسمعت شي منه الطريقة وبتعرف هي هتعمل ايه كويس وبتروح تبوز الجيانج من دماغه وبتقوله انها هتصلح كل حاجة وبالليل بيظهر شهب كتير في السماء وبتجري تحتهم لحد ما فجأة بيتلاقي نفسها رجع التاني للزمن بتاعها فبتروح للجيانج اللي بيكون بينادي عليها قبل ما اخوه ييجي ويغرقه ولما بيشوفها بيقول لها انها فهمتهم غلط بس هي بتتحكله وبتقوله انها فهمته وبتعترف له بحبها وهو كمان بيقولها انه بيبادلها نفس الشعور وبيتجوزه وبيتغير المصار الزمني للأحسن ومش بيكون فيه حد حزين وبتكون تشي قدرت تمنع المصايب اللي حصلت في المصار الزمني القديم وبكده بيكون خلص مسلسلنا سلام